موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في كشك الصحافة والذي اخترنا فيه أبرز ما ركزت عليه الصحافة اليمنية والعربية بشأن تطورات الأوضاع في اليمن نبدأ من المواقع الإلكترونية اليمنية من موقع نيوز يمن والذي نقل عن الخارجية الروسية بالقول ندعم جهود الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار باليمن كما ذكر الموقع في أخباره جماعة الحوثي تفرج عن البرلماني عبد الحميد البتراء بعد ثلاثة أشهر من اختطافه بتاعز ومن العناوين أيضا منظمة صحفيات بلا قيود تكشف عن وجود ثلاثمائة وثلاثة وستين حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال العام الفائت وتناول الموقع تفاصل تصريحات الرئيس هادي خلال لقائه بسفير بريطانيا في الرياض وقال الموقع أكد الرئيس هادي أن اليمن تواجه انهيارا اقتصاديا جراء عبث جماعة الحوثي وصالح بالاحتياطات النقدية والموارد المالية لدعم مجهودهم الحربي أشهر الرئيس هادي إلى أن الحوثي وصالح تسببا في مآسي للشعب اليمني جراء حربهم الظالمة وعابتهم وطيشهم اللامسؤول وأشهر الرئيس هادي لدى لقائه في الرياض السفير البريطاني لدى اليمن أدموند فيتيون براون بجهود بريطانيا والدول المانحة في دعم الملف التنموي والاقتصادي لمواجهة الانهيار والتحديات الاقتصادية التي تعصف باليمن جراء عبث الحوثي وصالح بالاحتياطات النقدية ونتحول إلى موقع يمن منوتور ونقرأ في أبرز عنوينه بحاح يجتمع مع سفراء مجموعة الدول الثمانية عشر الداعمة للشرعية اليمنية في عنوان آخر الحوثيون يقتلون قياديا في الجماعة بسبب خلافات مالية في محافظة إب ونقل الموقع عن وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي بالقول حزب الله درب مقاتلين في اليمن وشارك في عمليات إرهابية ونذهب إلى قراءة خبر تبني القاعدة اختطاف مسؤول محلي في المكلة ويقول الموقع في التفاصيل تبنى تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في اليمن أمس الأربعاء اختطاف مسؤول محلي في محافظة حضرموت جنوبية البلاد وأوضح التنظيم في بيان نشرته حسابات مرتبطة به في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مسلحيه اعتقل محمد بعالوي مدير عام مديرية حجر في حضرموت الثنين الماضي مشيرا إلى أن اعتقاله جاء بعد تحريات واسعة وجمع إثباتات تؤكد نشره لفكر الحوثيين في المنطقة وهدد التنظيم في بيانه بتتبع ما وصفها خلايا الحوثيين النائمة في محافظة حضرموت الطريق الثالث كان هذا عنوان مقال كتبه عارف أبو حاتم في موقع يمن مونيتور ويقول الكاتب مع اقتراب النصر وارتفاع همة شعبنا اليمني في الداخل وتطلعه للسعادة دولته المنهوبة وانتظاره للحظة يلتحم فيها مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والذهاب معا على درب الخلاص فالشعب قد جرب ماذا يعني حكم الميليشيا طيلة سنة كاملة عجزت فيها عن توفير أدنى متطلبات العيش وتحقيق الأمن والاستقرار ومع لحظة الانتظار هذه جاء صوت غريب من الخلف يشبه صوت رصاصة غادرة لقد دفع صالح بلاعبه الاحتياطيين في منتخبه الخاسر يحاول الفوز أو على الأقل تعديل النتيجة وإن لم ينجحوا فأقصى ما يؤمل عليه هو التخفيف من حدة الهزيمة ذهب فريق صالح الاحتياطي يعد لخطة بائسة زعما أنها الحل السياسي على أيديهم بوصفهم طريقا ثالثا وجماعة لم ينتموا لأي من المعسكرين الشرعي والانقلابي لم ينتبهوا إلى أن الحيادة في المسائل الوطنية الفاصلة أكبر من الخيانة وأسوأ من الغدر أرادوا التنظير لإنقاذ صالح ورفع قيمة أسهمهم في برصة الولاء الوطني فقرروا الدعوة لوقف الحرب لاستعطاف الناس في الداخل في وقت لا تزال معسكرات الدولة ومقدراتها بيد الانقلابيين واقترحوا أن يتم تسليم السلاح للضباط الذين لم يشتركوا في الحرب مع أحد وكأن المعركة كانت مباراة بين فريقين خارجيين وليست معركة استعادة دولة من يد ميليشيا وكأن هؤلاء الضباط لم يخونوا شرفهم العسكري العمل اليوم لمجابهة فريق الطريق الثالث يجب أن يتوزع بين العمل الإعلامي والقانوني والحقوقي ويجب أن يكون الإعلام هو منصة لكل عمل ووسيلة لتحقيق الوعي المجتمعي بمخاطر الذهاب إلى حل سياسي قبل أن تستعيد الدولة مكانها الطبيعي وتعود القيادة الشرعية لممارسة مهامها ننتقل مشاهدين إلى موقع الصحوانت ونبدأ بالتحركات الدولية بشأن اليمن ومنها مجلس الأمن يمدد العقوبات بحق المخلوع والحوثيين ويحضر عليهم توريد الأسلحة أما في الشأن الاقتصادي 223 مليون دولار حصيلة مؤتمر الدوحة لدعم الوضع الإنساني في اليمن ومن العناوين في الموقع أيضا وصول سفينة لغاثة تركيا إزمير إلى ميناء عدن من العناوين إلى تفاصيل تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري عن تورط حزب الله في دعم ميليشيا الحوثي ويقول الموقع أكد المتحدث باسم قوات التحالف المستشار في مكتب سمو وزير الدفاع العميد الركن أحمد بن حسن عسيري أن المملكة تملك تسجيلات مسجلة ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا حزب الله بدعم الحوثيين وقال العميد عسيري لدينا قراء منذ مدة طويلة بقيام مرتزقة من حزب الله بتدريب الحوثيين وأضاف أن هناك قتلى لمرتزقة من حزب الله وإيران في اليمن مؤكدا أن نقل الميليشيا من صعدة إلى دماج تم بإشراف من حزب الله ونقل موقع التغيير نت عن محافظ الجوف حسين العواضي بالقول شبكة مشتركة بين الحوثيين والمخابرات الإيرانية والقاعدة لاستهداف أمن المنطقة تناول الموقع في أيضا الجالية اليمنية تستعد لمظاهرة كبرى أمام السفارة الإيرانية في باريس وعنوان الموقع مقتل مدني وإصابة 11 آخرين في قصف للميليشيا على الأحياء السكنية بتاعز ومن العناوين التي إلى تفاصيل خبر تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام ويقول الموقع أكد محافظ البنك المركزي اليمني عوض بن همام أن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي ما زال في الحدود الآمنة وقال بن همام إن البنك المركزي مستمر في دعم ائتمان الواردات واحتياجات البلد من السلع الضرورية وأشار محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه برئيس وأعضاء جمعية الصرفين اليمنيين أن البنك سيتخذ عددا من الإجراءات لحماية سعر الصرف وسيعيد النظر في القرارات التي اتخذها خلال الفترة الماضية نستعرض من موقع المصدر أولاين أبرز العناوين والأخبار المتفرقة مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للحثيين وقوات صالح في صنعاء والحديدة وشبوة أما إلى جنوب البلاد معارك مستمرة في محيط كارش بالأحج والمقاومة والجيش يصدان هجمات عنيفة وإلى تعز مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم امرأة وطفل في قصف للحثيين استهدف الأقروض ومن العناوين التي استعرضناها نذهب إلى قراءة تفاصيل خبر اشتباكات مسلحة بمدينة دمار عقب مقتل طبيب على يد مسلح حثي وجاء في الخبر قالت مصادر قبلية في مديرية جهران بمحافظة دمار وسط البلاد إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين حثيين مدعومين بقوات صالح ورجال قبائل بعد مقتل طبيب على يد مسلح حثي وضفت المصادر المعارك اندلعت عقب هجوم الحثيين على منزل طبيب قرية تفاضل واختطافه بحسب المصادر فإن مسلحا حثيا فتح نيران رشاشه على الطبيب حينما حاول الهروب ليرديه قتيلا على الفور أتابع الموقع في التفاصيل وحينما تدعى رجال القبائل للثأر من الحثيين وأغلقوا الطريق وسدوا جميع المناثذ وهاجموا المسلحين وأسروا ثلاثة منهم بعد مواجهات فيما تمكن بقية المسلحين من الفرار عن مآل معركة صنعاء واحتمالاتها تحت هذا العنوان كتب ماجد المضحقي مقالا في موقع المزر أولاين وتحدث فيه عن سيناريو معركة صنعاء المحتملة ويقول ماجد يستطير التقدم الحثيث للقوات الموالية للرئيس هادي نحو العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة قوات الحوتيين وصالح مخاوف عديدة ليس أقلها معركة كبيرة في المدينة الأكثر اكتراضا بالسكان في اليمن بما يعنيه سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين هذا التقدم أصبح محسوسا منذ سيطرة هذه القوات على معسكر فردة نهم الذي يهيمن بموقعه على المنفذ الشمالي الشرقي لصنعاء ويشكل موقعا استراتيجيا يمكن من يسيطر عليه من كشف المدينة نسبيا وهو يعتبر أحد المواقع الهامة للغاية ضمن الحزام الأمني للعاصمة وتعتبر مديرية نهم جزءا من المحيط تصويق صنعاء وتتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة وتتسم بأهمية شديدة كونها الحد الشمالي الشرقي الذي يفصل صنعاء عن محافظتي مأرب والجوف علاوة على كونها مجاورة لمديرية أرحب التي تهيمن على شمال صنعاء كل ذلك يجعل من السيطرة عليها عنصر تحول كبير في مسار المعركة ضد صالح والحوثيين حيث أصبحت فوهات خصومهم الموالين لهادي تطل عليهم من أحد جهات صنعاء الاستراتيجية يشكل الحزام القبلي المحيط بصنعاء عنصرا حاكما في معركة صنعاء المتوقعة وفي تقرير بصيرها فالوجهة التي سيذهب إليها ولاء القبائل هناك والتي تعرف عادة بالقبول السبع ستشكل العامل المرجح في الحسم وعلى الرغم من كون الحوثيين وصالح خصوصا يمتلكون نفوذا وموالين كثر فيها إلا أن متغيرات عديدة قد ترخي قبضة هؤلاء في أوساط هذه القبائل ليس أقلها البرغماتية التي اشتهرت بها وقدرتها على تحسس التحولات في أوزان القوى وعدم تفضيلها لخوض معارك صفرية نقرأ من موقع الموقع أبرز الأخبار التي تصدرت صفحة الرئيسية ومنها ميليشيا الحوثي تداهم قرية بالرضمة والأهالي يقومون نقل الموقع عن مصادر عسكرية ترتيبات عسكرية لاستعادة صعدة من سيطرة الحوثيين وعنوان الموقع بالوثيقة ميليشيا الحوثي تسحب 250 مليون ريال من حساب مجلس الوزراء لتمويل فعالية خاصة كما ركز الموقع على خبر فشل إطلاق الميليشيا لصاروخ باتجاه مأرب وذكر الموقع في الخبر أفادت مصادر محالية أن ميليشيا الخوثي والمخلوع فشلت في إطلاق صاروخ بالسي من محافظة دمار وضحت المصادر الميليشيا أطلقت صاروخ بالسي من نوع توشكا من جبل بايان الواقعي بين منطقتين قعوان وجهرة منفذه شمال مدينة دمار وأشارت المصادر ذاتها أشارت المصادر أن الميليشيا أطلقت الصاروخ باتجاه مارب لأنه سقط بعد إطلاقه في إحدى قرى مديرية الحدى شمال محافظة دمار بعد قطعه مسافة عشرين كيلو مترا مشاهدين بهذا القدر نكتفي من الأخبار في الصحافة اليمنية ونذهب الآن لسعراض أبرز ما أوردت الصحافة العربية لكن بعد هذا الفاصل نجدد الترحيب بكم مشاهدين ونبدأ من صحيفة القدس العربي التي قالت إن الحكومة اليمنية تنوي مقاضات إيران وتضيف الصحيفة الحكومة اليمنية اتهمت بشكل رسمي حزب الله أو حزب الله اللبراني بالضلوع بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حاليا بين قوات الحكومة الشرعية والإنقلابيين من ميليشيا القثي والمخلوع علي صالح وتنقل الصحيفة عن الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي قوله إن الحكومة لديها لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني وأوضح الناطق تعددت مشاركة الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد ولم تكتسر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسميا بل تعد ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية عن اعتزام الحكومة اليمنية تقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية يثبت فيه التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية بحقه كما علقت القدس عن القرار الدولي الجديد بخصوص اليمن وقالت إنه يشمل حضر السلاح والدخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية وتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان ضمن أراضيها أم لا صحيفة السياسة الكويتية قالت إن وزير الزراعة اليمني القيادي في المقاومة أحمد الميسري أكد أن تواجد الحكومة الشرعية في الرياض طيلة الأشهر الماضية أمر غير صائب لم يعد يتواجد في عدن من الوزراء سواه ووزيرين فقط والبقية في الرياض قائلا نحن نريد من الحكومة فتح مكاتبها في المناطق المحررة وأن تمارس عملها من عدن باعتبارها عاصمة مؤقتة وكلما تحررت مدينة أو محافظة تواجدت فيها الحكومة وبدأت بعملية الإعمار الشامل أما أن تظل غائبة عن البلاد فهذا وضع خاطئ ولابد من تصحيحه وأشار الميسري في تصريح للسياسة إلى أنه أبلغ نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح في وقت سابق بضرورة تواجد الحكومة في عدن وليس في الرياض ورأى أن حجج الحكومة بتواجدها في الرياض بسبب الوضع الأمني المتدهور في عدن حجج واهية موضحا أنه توجد تفجيرات في تركيا وفي فرنسا وفي دول أخرى ولم نسمع عن هروب حكومات تلك الدول إلى الخارج ودعى الميسري للجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها في تصدي لظاهرة الإرهاب التي تجداع عدن مشيرا إلى أن الاختلال الأمني إلى أن اختلال الوضع الأمني فيها ليس وليد اللحظة بل موجود قبل إسقاط نظام صالح باعتبار أن تنظيم القاعدة كان موجودا ويتربى في حضن الدولة وأضاف أن ضريبة سيطرة العائلة على الحكم في اليمن لم تكتمل والاغتيالات والتفجيرات التي تتم في عدن هي جزء من ضريبة سيطرة الحكم العائلي على البلاد في إشارة إلى نظام حكم صالح في ذكرى الوحدة يسقط يعيش تحت هذا العنوان كتبت السورية سوسا جميل حسن مقالها في العربية الجديد وأتضيف الكاتبة ما تمر به المنطقة العربية من أحداث مزلزلة وما تكشف من الواقع المأزومي والنسيج المجتمعي المتهتك الذي يظهر بشكل واضح فشل الأحزاب القومية والمشاريع الوحدوية في قيامها بأي مشروع مهما كان صغيرا فحتى الوحدة المجتمعية على صعيد الدولة الواحدة فشلت فشلا ذريعا وهذه سورية والعراق واليمن ومصر بواقعها الراهن أدلة دامغة تظهر كم الخسائر والنكبات في تاريخنا في سوريا على الرغم من هول الواقع وفداحة الإجرام الممارسة بحق شعبها والثمن الباهض الذي دفعه لم يستطع الحراك الشعبي إنتاج نخبة توجه الحراك وتدير عملية التغيير بل أنتج وعوام أفراد لا يختلفون في شيء عن النظام في طريقة أدائهم بل حتى الشعب المنتفض منذ خمس سنوات كان يدور في فلك إيجاد الزعامات وتكريس الأسماء والطرح الشعارات الرنانة والحماسية على مختلف مشاربها وهي الصراعات الإقليمية والدولية والسعي المحموم في كل دولة أو حلف إلى ترسيخ نفوذها وحماية مصالحها في سوريا تعيد الذاكرة إلى ذلك الماضي الذي كان قبل ما يقارب الستين عاما مع بعض الاختلافات في المسميات كأن تكون اليوم روسيا بدلا من الاتحاد السوفيتي مثلا ودولة الخلافة الإسلامية بدلا من أمة عربية واحدة ومشروع تقسيم المنطقة بدلا من السعي إلى شكل من أشكال الاتحاد ولازلنا في مرحلة البحث عن زعامات فردية وقائد نمجده أو خليفة نبايعه والبحث عن شعارات طنانة نجلب أجل الرجعية والإمبرالية بها أو نقضي على أعداء أمة الإسلام والمسلمين كما لو كان هناك شيء ملتصق على كوريات دمائنا نحتاج إلى فترات زمنية طويلة من أجل تنقيتها منه حتى نستطيع التفكير في سبل النهضي من واقعنا المرير اهتمت صحيفة العربية الجديد بخبر تجديد مجلس الأمن العقوبات على المخلوع الصالح وقادة الميليشيا واستبعدت مصادر خاصة من منظمة الأمم المتحدة للعربية الجديد خيار عدم تجديد القرار ضمن صفقة لإخراج صالح من اليمن مقابل رفع العقوبات عنه وأكدت أن تجديد التدابير المالية وحظر السفر وحظر الأسلحة على أنصار الحوثي وصالح سيتم لمدة سنة إضافية كما توقعت مصادر العربية الجديد أن يصدر مجلس الأمن بيانا رئاسيا أو يتخذ قرارا يدعو فيه الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال الحربية والعودة إلى طاولة الحوار لإشراف المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ من دون شروط مسبقة أكدت المصادر أن من بين أعضاء المجلس من يدعو إلى التنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن في ظل الصراع القائم وذلك لما تمت المصادقة عليه اليوم بقرار التنفيذ الكامل للانتقال السياسي في اليمن وقالت مصادر محلية لصحيفة الخليج إن ميليشيا الحوثي وصالح استعادت أجزاء من جبل الصراهم بمديريات جبل حابشي بتسهيل من عضو برلماني ومشائخ ووجهات في بلاد الوافي بهدف الوصول إلى جبل العنين المطل على جبهة الضباب أضافت المصادر أن المواجهات مستمرة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح في بلاد الوافي لمنع الميليشيا من التقدم والالتفاف على قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة الضباب وأكدت المصادر أن المقاومة تشكو من نفاذ الذخيرة وشحى الإمكانيات في السلاح والعتاد العسكري في بلاد الوافي وقد تتمكن الميليشيا من التقدم والسيطرة على جبهة الضباب وفي المقابل أكدت مصادر في المقاومة الشعبية بجبهة حيفان للخليج أن المقاومة اضطرت للانسحاب من جبل الخرص بعد نفاذ الذخيرة والسلاح وبعد معارك عريفة سمرت أسبوعا كاملا رغم مناشطاتها لقوات التحالف العربي لتعزيز الجبهة بالذخيرة والسلاح إلى أن ذلك لم يحدث أشارت إلى مهاجمة ميليشيا الحوثي وصالح مواقع المقاومة بكثافة ودفع الميليشيا بتعززات كبيرة فيها أفراد المقاومة لا يمتلكون سوى أسلحتهم الشخصية وفي قضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح في منطقتين حيدة وبلعان بالأقروض في مديرية المصراخ وذكرت المصادر في تصريحها للخليج أن جثث الميليشيا ما زال معظمها ملقي على الجبال المطلة على مناطق حيدة وهوب عمر وهوب سرور حيث سحبت بعض تلك الجثث إلى منطقة حيسان اهتمت صحيفة الحياة اللندنية بقصة الفتاة السويدي التي انقذتها قوات كردية من أياد تنظيم داعش في العراق وقالت الفتاة إن الحياة مع مقاتلية تنظيم كانت شاقة حقا وأن صديقها هو الذي أقنعها بالذهاب إلى هناك وفي المقابلة الأولى معها منذ انقاذها من منطقة في شمال العراق أشارت المراهقة لمحطة الفزيونية كردية إلى أنها تعرفت على صديقها في متصف العام 2014 بعدما هربت من المدرسة في السويد وأضافت لقناة كردستان 24 أنه في البداية كانت العلاقة بيننا جيدة لكنه بدأ في مشاهدة فيديوهات داعش والحديث عنهم وأشياء من هذا القبيل وتابعت قال إنه يريد الذهاب إليهم وقالت لا بأس لأنني لم أكن أعرف ماذا يعني داعش وما هو الإسلام لم أكن أعرف أي شيء وأضافت الفتاة التي تم إنقاذها يوم السبع عشر من شباط الجاري وهي الآن في منطقة كردستان العراق لم تكن معي أي أموال كنت فعلا كانت فعلا حياة شاقة لكن عندما وجدت هاتفا بدأت أتصل بأمي وقلت لها أنني أريد العودة إذن مشاهدين بهذا القدر نكون قد أنهينا جولة الصحافة لهذا اليوم ولم يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر